بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السؤال المقدم لنا من الأخ أمار صبحي يقول ما هو الدين الإسلامي؟ ما هو ثابت وغير مختلف عليه في هذا الدين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد الكاتب بصراحة أنا صار عندي شورت بدماغي يعني شنو بالدين الإسلامي ثابت وغير مختلف عليه؟ كل شيء كل شيء الاختلاف في النظرة اتجاه الأشياء الاختلاف في الله جل وعلا والصفات والذات والتوحيد الاختلاف تجاه النبي الاختلاف تجاه أهل البيت الاختلاف تجاه الصحابة الاختلاف تجاه القرآن الاختلاف تجاه كل الأمور المتعلقة ولا يوجد منصف وعاقل يقول ما فيه اختلاف الشيعة بتقسيمهم أصولية وأخبارية وشيخية وزيدية والسنة أشاعرة وسلفية وكل واحد عنده نظرة واختلاف في أدك التفاصيل زين أنا شنو أسوي؟ مثلاً يا طريق أختار؟ يا هو اللي يمثل الإسلام؟ الطريق اللي يزور الإمام الحسين مثلاً؟ أو الطريق اللي يعتبره شرك الطريق الذي يعتبر التكتف مبتل للصلاة أم بالعكس وغيرها؟ والقضية ليست مرتبطة بي فقط وإنما تربية تنتقل إلى عائلتي وأبنائي من أتبع؟ وما هو دليلي؟ والقضية ليست كم أحتاج إلى القراءة حتى أصل إلى حقيقة معينة؟ وما هي الحقيقة؟ الحقيقة مع هذا الكم من الاختلاف والاختلاق أرجو الرد مع وافر التقدير متابعك يا عمار صبحي وقبل أن أجيب الأخ أقرأ بعض الردود من الأخوة لاستقاء الأخ محمد العربي يقول له ما الذي تقرأ بالضبط أخ عمار؟ وهل الدين الإسلامي إلا بيان الحق من الباطل في كل شؤون حياتك؟ كمسلم ما هذه الفلسفة للدين؟ ألم تسمع قول جعفر الصادق رضي الله عنه وهو يقول إن الله أظهر لنا أمورا وأمرنا باتباعها وأخفى عنا أمورا فما بالنا ننشغل عما أمرنا ونسأل عما لم يأمرنا يقول رب العزة في قرآنه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة العالمين ديننا يسر ويسير وليس تأسير يجيبه الأخ علي صبيح التميمي فيقول له أصبح أسيرا والحمد لله فيجيبه أيضا يقول له لأن الذين يدعون العلم به يستخدمون الدين مصيدة للدنيا إنه الزمان الذي يصبح فيه الحليم حيرانا الأخ محمد عبد الرزاق أو عبد الرازق يقول نحن في زمان الفتن وبلا شك ولكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله مع المحسنين نصيحة إلى أخي عمار أكثر من الصلاة على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد فهي نورك ودليلك للصراط المستقيم واستفتق قلبك وإن أفتوك الناس وكن جادا وصادقا في البحث والوصول للحقيقة فهذا والله أجهاد بعينه تحياتي أخي الفاضل فعلا هو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله مع المحسنين في الحقيقة هذه الاختلافات كثيرة وسوف تكثر في المستقبل مع مرور الزمن أنا أشبه الدين مثل نبع صافي نهر صافي ينبع من عين معينة عندما ينبع هو نبع صافي مع عذب فرات سائغ للشاربين ولكن عندما يسير في الأرض تدخل فيه روافد متعددة ويتلون هذا الماء يتلون وتدخل فيه أوساخ وكاذرات وكذا إلى أن يصل إلىها مثلا في نهايته كما وصلنا اليوم بعد 1400 سنة هذا الدين تفسيرات وتأويلات وإجتهادات وفرق ومذاهب وتيارات فعلا دوخ إنسان إنسان يحتار أنه أين يذهب أي مذهب يتبع وخاصة إذا أعتقد بأنه يجب عليه التقليد الأعمى والإتباع وهذا خطأ هذا أكبر خطأ الإنسان يقلد الآخرين الله أعطاك عقل وتنظر إلى القرآن الكريم الدين الإسلامي حفظه حفظه الله تعالى بحفظ المصحف بحفظ القرآن الكريم وبالتالي مهما ضعنا في الأرض ومهما تهنا ومهما اختلفنا فإن الهداية تكمن في هذا القرآن بالعودة إليه وعندما نعود للقرآن نجد الدين سهل بسيط في توحيد الله تعالى والإمام بالآخرة والإمام بالنبي والعبادات والأخلاق والقيم وهذه المبادئ الصلاة والصوم والحج والزكاوة يعني الله يكتفي من الإنسان المسلم بأن يلتزم بهذه الأمور أما الأحاديث الكثيرة والقصص المحبوكة والموضوعة ما أخصك فيها لا تلتفت لها تصلي مثلا تسأل أنت الواحد يصلي متكتف أو مسبل هذا مهم سواء تتكتف أو تسبل كل واحد ما في فرق كبير لا نضخم كما يضخم البعض هذه المسائل أنه إذا أسبلت سرعتك باطلة أو إذا تكتفت سرعتك باطلة زيارة الإمام الحجين أنت شوف عقلك شوف يعني أنت قاعد ترتكب جرم ولا ترتكب شرك بالله تعالى إنسان مظلوم شهيد ثائر قام بعمل تروح مثلا تزور قبر حسين تقرأ الفاتحة هناك ما تقرأ زيارات الموجودة هاي كلها موضوعة موضوعة أو يعني مفتعلة وموضوعة من قبل الغلات خصوصا أنت أقرأ واستلهم العبر والمعاني كما تزور قبر أي إنسان وتترحم عليه وإذا كان هذا الرجل عظيم وعنده مؤثر وعنده قصص تستلهم هذه العبر والمؤثر من زيارتك لهذا الإنسان بالنسبة إلى مثلا الأخبارية والأصولية هذه في تفاصيل الأحداث والأخبار أنه أنت مون صدق بكل رواية تجيك من قال فلان قال فلان وتنسب إلى رسول الله لأنه التاريخ مزور والروايات مزورة والإنسان لا يطمئن لها يطمئن فقط بالقرآن تمسك بالقرآن واحتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والقرآن هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض فمن تمسك به نجاح هذا يكفينا وطبعا السنة العملية واضحة ومعتبرة السنة متواترة عن جميع المسلمين ما فيها خلاف ما في خلاف بعد ذلك عادة الصلاة ولا مثلا كيف تصلي أشياء بسيطة فالأشياء البسيطة أنت خليها على جنب لا تهتم فيها كثير تجاه القبلة ما في خلاف تجاه حول أهل البيت أو الصحابة يعني تحترم وتحبهم خلص مو مكلف أنت بعد أكثر من ذلك تروح تتعمق وتسمع لهذا وتسمع ذاك وهذا يقول لك الصحابة كلهم أدور وذلك يقول لك الأئمة من أهل البيت مع صمون وهذا هذا كل حكي كلام هذا كلام لا تأخذ به أخذ القرآن شوف القرآن ما يقول لك الله أعطاك القرآن كأنه نزل عليك الآن تعامل مع القرآن مباشرة تتعرف على الدين الإسلامي وتتعالى على كل الخرافات والخلافات في الحقيقة على كل الخلافات وتشوف الأشياء الثابتة هي الأساسية فقط أما بقية التفاصيل كثير من الناس يأتون يأولون آيات القرآن يحاولون يجتهدون يحاولون يفسرون القرآن بالهوى ويحاولون يفرضون تصوراتهم ويعني مذاهبهم الخاصة على القرآن أو يلغون القرآن ويعتمدون على بعض الأحاديث التي جاءت منها وهناك فإذا هو يقول الاختلاف تجاه القرآن لا ما في خلاف حول القرآن بحقيقة يعني هذا القرآن مجمع عليه من جيل الأول إلى اليوم يعني في حرف هنا في نقطة هنا في كذا هذه ما تعتبر خلافات ما تعتبر أشياء مهمة جوهر القرآن وأساس القرآن وبنية القرآن وكل أجزاء ثابتة ما فيها في قراءات مثلا كلها مسموح بها القراءات السابع أو القراءات العشر أو الأحرف مثلا السابع هذه يعني تبقى قضايا بسيطة لا نكبرها جدا أما عموم القرآن هو نجاة المسلمين تكمن نجاة في هذا القرآن وإن شاء الله يكون جوابي لك كافي وإذا ما كان كافي إن شاء الله يعني تسألنا مزيد من الأسئلة حتى نتبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر